خلال الفترة من 2014 وحتى عام 2021 حتى اليوم النهاردة عقدت القمة رقم 9 دورية اللقاءات التركيز الشديد في مخرجات هذه اللقاءات وهذه الاجتماعات وهذه القمم هي الأساس الذي يبنى عليه القمة التالية القمة القادمة هتكون القمة رقم 10 قمة رقم 10 لم يحدث في تاريخ الدول الثلاث أن هناك كيانا جديدا شكل وهناك انتظام في اجتماعاته الدورية كما يحدث في التجمع اللي بيضم كل من مصر وقبرس واليونان طيب هو يعني إيه أهمية هذا التجمع أو هذا التكتل أهميته في المقام الأول نقدر نقول بشكل واضح طاقة التعاون في مجال الطاقة بين مصر وقبرس واليونان لأنه التلت دول في نطاق شرق البحر المتوسط التلت دول عندهم ما يهتم به في باطن البحر الأبيض المتوسط من خيرات سواء غاز طبيعي ولا معادن ولا حاجات هربوكايدراء والكربون وأيضا البترول المحتمل وجوده في أعماق البحر الأبيض المتوسط التوقعات بتقول أنه باطن البحر الأبيض فيه خيرات كثيرة طيب الأحواض اللي موجودة والمربعات اللي موجودة بتاعت مين لابد من تعيين الحدود البحرية ترسيم الحدود بين الدول برا وتعينها بشكل بحري لكي تعرف كل دولة نطاقها ومياه الاقتصادية الخالصة والمياه الدولية وده مصر بدأته من أول 2014 وأنا تحديدا بقول أنه لو إحنا رجعنا بالذاكرة لـ 2014 والجدل واللغط اللي كان موجود في حينه على ترسيم أو تعيين الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان كان الناس مش عارفين هو إيه الأبعاد هو أن راح أعين الحدود ليه هو أنا عايز أفصل للحدود ليه ما هي موجودة زي ما موجودة من عشرات ولا مئات السنين دون تعيين ودون تقسيم ودون درسيم ودون توضيع الفكرة كانت أعمق وبعد النظر الخاص بموضوع تعيين الحدود البحرية سواء في البحر الأحمر أو البحر المتوسط ونتائجه الاقتصادية المباشرة سواء استكشاف بيترول أو استكشافات غاز جديدة ده كان بعد نظر من القادة السياسية الحقيقة ما حدش يقدر يجادل في هذا قدرة أرمولة لكن النهاردة بعد برجع ببص بنظرة إلى الخلف من 2014-15 ووصولا إلى الآن سبع سنوات من العمل الجاد في مسألة أفادت مصر بشكل مباشر في مسألة عادت على الاقتصاد المصري والمواطن المصري بشكل مباشر وهو الغاز الغاز اللي تم اكتشافه أو كشفه في حقل ظهر وغيره شغالين في هذه المنطقة لم يكن لنا أن ننجح في استقطاب واستدعاء ودعوة شركات عالمية قادرة على التنقيب والكشف ما لم يكن أنك تعيين الحدود البحرية قبل ما يجيب حد ينقب لابد أن يكون الراجل اللي جاي ينقب والشركات اللي جاي تضخ فلوس تقول لك حدودك فين؟ أهي حدودي؟ مين قال؟ معترف بيها يعني بين الدول ولا موضع نزاع؟ في نفس التوقيت كنا بنعين الحدود بيننا وبين قبرص وبيننا وبين اليونان وفي نفس التوقيت بقوي اسطول البحري في نفس التوقيت لو تلاحظ من 2014 بدأت أعين الحدود البحرية وفي نفس التوقيت بدأت أتعاقد على المسترال وتعاقد على حاملة الطائرات والغواصات والتربيدات والقطع البحرية التي لم تكن موجودة في نطاق أسطورنا البحري من قبل يبقى احنا عندي تاريخ فاصل هو 2014 مش 2014 علشان ده موعد أو توليت الرئيس عبدالفتاح السيسي مقرد الحكم مش ده المسترة اللي بقيس عليها الأساس لا ده إنجازات على الأرض تغيير على الأرض هذا التغيير على الأرض بقول حصل في 2014 بدء تعيين الحدود بدء التكتل الاقتصادي الاستراتيجي من مصر قبر سلينان 2014 بدء التغيير النازرة الاستراتيجية للأسطول البحر المصري ودوره في الحفاظ على مقدراتنا الاقتصادية في البحر المتوسط والبحر الأحمر وحماية حدودنا البحرية تاريخيا الأسطول لحماية الحدود الأسطول لمنع أي اعتداء الأسطول للردع أي حد يفكر إنه يحاول يقرب من حدودنا لكن الجديد من 2014 هو إنه عندي أسطول هدفه حماية مقدراتي إيه يا مقدراتي؟ كنا نتكلم عن المقدرات لكن ما كانتش فيه حاجة بينها يعني مقدراتي حقول الغاز والمياه الإقليمية بتاعتي والمياه الاقتصادية الخالصة بتاعتي وما في بطن البحر لأنه إحنا عايزين نغير الثقافة وأنا بدعو الجميع بدعو كل زملائي فيه الإعلام والمثقفين والمفكرين إلى إنه نعتمد فكرة الوطن الأزرق بنستدعيها من آخرين لكن إحنا عندنا وطن أزرق لأن مصر دولة بحرية بامتياز دولة بحرية بامتياز عندنا بص على الخريطة هتلاقي حضرتك بنطل على البحر المتوسط كل حدودنا الشمالية كل حدودنا الشمالية من أول ليبيا فوق من عند الحدود الليبية شمال غرب إلى الحدود مع غزة شمال شرق حوالي ألف كيلو كلهم ميا طيب أنا 22 كيلو من الشط لجوة ده مياه إقليمية مياه إقليمية بتاعتي يعني وبعدين المياه الاقتصادية الخالص اللي دي تم تعيين الحدود فيها ده كله اعتبره المفروض الخريطة ما قولكش دي حدود مصر